موسيقى تنين تلاتة كانون الاول 2012 الساعة 7 ونص صبح بتوقيت بيروت صباح الخير لجميع مشاهدي الام تي في وينما كانوا عم بشوفونا اسبوع جديد انطلق اليوم وصحف جديدة صدرت ببيروت وعلى صفحاتها الاولى اخبار كتير من لبنان والعالم الملفات والتطورات ما بتخلص اكين على الساحة اللبنانية او اقليميا ودوليا شو حملت الصفحات الاولى من الصحف اليوم نشوف نحن وانتو بحلقة بريس ريفيو لليوم تنين والبداية معنا من صحيفة النهار اعنفوا قتال في ريف دمشق منذ عشرين شهرا النظام يحاولوا ابعاد المعارضة عن العاصمة مقاتلات سلاح الجو السوري شنت غارات على دارية والغوطة الشرقية المرصد اعلن مقتل 137 شخصا وسقوط قضائف على بلدة تركية حدودية قوة 14 اذار تكسر المقاطعة استثنائيا اثنائيا مفاوضات متعثرة حول تسليم الجثث الخمسة عشر والى الانتخابات النيابية اللي جرت في الكويت انتخابات الكويت ثلث الفائزين شيعة والنساء عدنا الى مجلس الامة بالخناية السبتة من صحيفة النهار لليوم التانين وتحديدا في تربية مشكلة اندماج في مدار الزحلة والتلامذة سوريون اما في العرب والعالم استقبالوا الابطال لعباس العائد من الامم المتحدة المحكمة الدستورية في مصر تعلق اعمالها وبالخانة ادب فكر فن من النهار معرض بيروت للكتاب العربي يفتتح اليوم والى اسرار الالهة الخين الثبتة من صحيفة النهار والى اليوم ثلاث اخبار جديد من اسرار الالهة اقطاب في قوة 8 اذار قلقون من قيام نازحين سوريين بدور في لبنان بعد سقوط النظام تحدث اعلميون مصريون عن احتمال قيام ثورة جياع اذا استمر الوضع على ما هو وقتا طويلا تردد ان قوة 8 اذار قد تقاطع الانتخابات اذا جرت على اساس قانون الستين والى السفير وعنوين الاول صحناوي واللجنة القضائية يرفضان وشربل يتفهم الضرورات الرسائل الخلوية بين اللبنانيين برسم الاستباحة انباء عن مئات القتلى ومصر تعيد تسيير حلاتها الجوية معركة دمشق كرن وفر والجيش يتقدم والى الازمة المصرية من السفير القضاة يقاطعون الاستفتاء والقوى المدنية تصاعد غدا مصر الاسلاميون يطلعون اعمال المحكمة يعطلون عفا اعمال المحكمة الدستورية وبالشأن زيته وبالشأن المصري صورة من صحيفة السفير لليوم لااسلاميون يحاصرون المحكمة الدستورية في القاهرة بالامس اقليميا عقاب اسرائيلي للفلسطينيين وقفوا تحويلات الضرائب وايضا الفتنة من لبنان الى سوريا وبالعكس ومن عنوين الصفحة الاولى من السفير الى الخين الثبت بصفحة تانية تحديدا الى عيون السفير والخبر الاول لوحظ ان دوائر بكركي حددت موعدا لوفد يمثل مؤسسة اسلامية بيروتية بالتزامن مع موعد صلاة الجمعة يعقد مرجع حكومي اجتماعات اقتصادية بعيدا عن الاضواء تمهيدا للإعلان عن سلسلة خطوات تصدم الرأي العام ايجابا مطلع العام الجديد وصلت تحذيرات الى مسامع مراجع حكومية بان قطع طريق الجنوب في صيدة سيقابله تحرك مضاد وفوري والى صحيفة الاخبار وبعدنا بخينة عقاب يعترف هذا صوتي تفاصيل رحلة انتحاري طرابلس الى سوريا وعنوين معصورة من صحيفة الاخبار دولة المرتقادي بلدية والى الخين الثبتة من صحيفة الاخبار الى مقلة ودل والخبر من مقلة ودل لليوم تتكثف لقاءات النائب السابق فريد هيكل الخازن ورئيس جمعية الصناعيين نعمة فريم الثنائية الانتخابية مستثنين الوزير السابق زياد بارود بعد تفضيل فريم الالتصاق اكثر فاكثر بالخازن وكان قد سبق ابتعاد فريم والخازن عن بارود اخذهما مسافة كبيرة نسبيا من النائب السابق منصور البون شركهما المفترض في لائحة كسروين المناوئة للائحة العونية ومن صحيفة الاخبار ومقلة ودل الى العنوين الاول من صحيفة المستقبل اليوم مهرجان طرابلس في اربعين الحسن يشدد على العدالة للشهداء واستقالة حكومة حزب الله والاسد الحريري بشار الاسد سيسقط والثورة ستنتصر وصورة من المهرجان الذي اقوم في مدينة طرابلس في ذكرى اربعين الشهيد لواء الحسن هنية يواجه التحية للشعب الثائر وطهران تبلغ بغداد رغبة الخامنة استضافة الرئيس السوري مسؤولون اتراك يرجحون استخدام الاسد سلاحه الكيميائي عباس اصبح لنا دولة والقدس عاصمتها الابدية اما مصريا فعنوال صحيفة المستقبل اليوم الدستورية تعلق اعمالها الى حين وقف الضغوط يوم حالك السواد في سجل القضاء المصري وايضا الصورة زيتة الاسلاميون يحاصرون المحكمة الدستورية تدولت معظم الصحف الصادرة ببيروت لليوم ومن صحيفة المستقبل ايضا جولة على خينة الثبتة يقال والخبر الاول يقال ان وفدا وسطيا يقوم بجولة لترويج مبادرة رئيسه ابلغ رئيس تيار اكثري ضرورة بناء حساباته على قاعدة ان النظام الاقليمي الذي يدعمه ساقط في القريب العاجل يقال ان الخلاف حول تلزيم معمل كهرباء حراري بين الوزارة المعنية وصاحب الشركة الموعودة قد يؤدي الى تبديل التحالفات الانتخابية داخل تيار اكثري في قضاء حساس يقال ان تيارا اكثريا فجأ بالعدد المتدني لطالبي تجديد البطاقات الحزبية في منطقة الاشرفية والى البلد وعنوين الابرز كمينو طرابلس في مرمى ميقاطي والراعي لحكومة جديدة صورة من صحيفة البلد مع عنوين دستور الاخوان النظام السوري يفتح ابواب جهنم الى عنوين موجودة بالصفحات ادخلية من صحيفة البلد حتى بربارة هشلت منهم تكريم تخرج رواد العام 2012 بشهادة الابدع ايضا من البلد الكاردنال الراعي ومعادلة بعبدال يرزي بكركي والى خفايا البلد والخبر الاول لليوم نجل نائب سابق يتحضر للترشح في انتخابات المقبلة عن دائرة رشاية البقاع الغربي نائب حالي يبتعد عن الحياة السياسية بعد دخوله بصراعا مع المرض واتخاذه قرار بعدم الترشح مجددا مرجع شمالي يتخوف من عودة الاشتباكات بين جبل محسن وباب التبيني على خلفية مقتل اللبنانيين في سوريا الى صحيفة الجمهورية وعنوين بالصفحات الداخلية لليوم من صحيفة الجمهورية خطاب معوض نموذج للفوز في الانتخابات الراعي اقرب الى سليمان منعون ماذا يجري بين ميقاطي والصفدي المحكمة الدستورية المصرية تعلق عملها سياسة تقشف قاسية في البنتاجون التوطين يحضر ايضا في الامم المتحدة والى اسرار الجمهورية والخبر الاول لليوم يبدي مرجع كبير ارتياحه الى مرجع مسئول سواء في العمل او على الصعيد الشخصي لاحظت اوساط سياسية ان المعارضة تحاول تحييد مرجع نيابي عن سياق مواجهتها مع الحكومة حذر مرجع امني من ظاهرة القتال في سوريا التي شرع حزب موالن لان من شأنها في حال تفاقمها ان ترتد الى الداخل الخبر الاخير من اسرار الجمهورية برز في زيارة المفاجئة التي قام بها فريق معارض الى غزة ان التباين داخل المعارضة يعود الى طبيعة سياسية لا تنظيمية والى الحياة وعنوان الاول لليوم الاحتقان يزداد بين الحكم والقضاط والمعارضة توجه الى مرسي الانذار الاخير وتدرس التظاهر امام الاتحادية الاسلاميون يجبرون الدستورية على تعليق جلساتها ومن الازمة المصرية الى الازمة السورية عنوانة صحيفة الحياة عشرات القتلى والجرحة في معارك عنيفة الاتلاف يرجع تسمية اعضاء مكتبه السياسي ورئيس الحكومة الى مؤتمر مراكش صواريخ وطائرات في معركة فصل دمشق عن ريفها وايضا من الحياة الحكومة تستقيل اليوم والاستشارات تبدأ غدا الثلث الشيعي يلقي بظلاله على مستقبل البرلمان الكويتي القصر يناقش مبادرة جديدة لنزع فتيل الازمة العاهل الاردني يدرس امكان تأجيل الانتخابات ومن صحيفة الحياة الى الشرق الاوسط وايضا العنوين الابرز من صحيفة الشرق الاوسط كما صحيفة الحياة متعلق بالازمة المصرية الزحف نحو القصر في الثلاثاء الانذار الاخير وتزايد الدعوات للعصيان المدني الرئاسة تطالب بتغليب من المصالح العليا مصر القضاء يقاطع الاستفتاء والدستورية تعلق اعمالها الى الكويت الحكومة تثني والمعارضة تطالب اسقاط المجلس الكويت عودة المرأة الى البرلمان وتقدم غير مسبوق للشيعة انفجاران في حمص وكتائب المعارضة تسقطوا مروحيتين وطائرات ميج استمرار الجسر الجوي عبر العراق لمد الأسد بالأسلحة الإيرانية عمان فرشت له البساط الأحمر ورامالا استقبلته قبط عباسي عود كرئيس للدولة وخطوات إسرائيلية لإجهادها نجاد يناشد وقف قرار يشدد القيود على مرشحي الرئاسة مساعد خامنئي لحوار مع واشنطن وخلافاتنا استراتيجية من هالعنوين من صحيفة الشرق الأوسط لحظات قليلة مع الأعلين منتبع من بعد حلقتنا لليوم من بريس ريفيو خليكن معنا بتبعين جولتنا لليوم من بريس ريفيو على أبرز عنوين الصحف الصادرة والموزعة اليوم ببيروت والعنوين صحيفة اللواء الرحلات الرئاسية تتجدد غدا والخميس والرعي يربق عون بمطالبة بحكومة جديدة تصعد سياسي ضد حزب الله وميقاطي في مهرجان طرابلس وتظاهرة الأسير الأعلام السوري يثير غضب الشمال عبر الكشف عن جثث الضحايا والجيش اللبناني يعيد الوضع إلى طابعته في القاع حديث عن جثث جوي إيراني فوق العراق وقضائف سورية على تركيا احتدام القتال حول مطار دمشق والنظام يتوعد بفتح أبواب جهنم مرسي يواجه التحدي الكبير غدا المعارضة تسحف إلى قصره المحكمة العليا تعلق أعمالها والخمسة عشر الجاري موعد الاستفتاء على الدستور عودة النساء للبرلماء والمعارضة تدعو لإسقاطه انتخابات الكويت فوز للشيعة وغياب لقباء البارزة وأيضا من اللواء لليوم خمسة خطوات بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية عباس يستقبل استقبال الأبطال في الضفة ومن اللواء إلى صحفة الأنوار الغموض يحيط بمصير الشبان الطرابلسيين والجيش يرد على نيران من الجانب السوري غارات قرب مطار دمشق وانفجار سيارة ملغومة في حمص قرار للمعارضة المصرية بالتظاهر أمام قصر الرئاسة مجلس نقابة الصحفيين المصريين يحيل النقيب على لجنة التأديب وقف التظاهرات في تونس بعد سقوط 300 جريح عباس لحشود استقبلته في رامالله أصبح لنا دولة والقدس عاصمتنا ثلاثة سيدات بين النواب الفائزين في الكويت أيضا هالعنوان تدولته معظم الصحف وأيضا كتب المحلل السياسي من صحيفة الأنوار الإفلاس السياسي للحكومة ومخاطر إفلاس المؤسسات بالخين الاقتصادي لليوم من صحيفة الأنوار دبي تخطط لإقامة أكبر مركز تسوق في العالم من الخين الاقتصادي من صحيفة الأنوار إلى العنوين الأبرز بصحيفة الديار لليوم ذكرى الأربعين في طرابلس تتحول مهرجانا شعبيا لتيار المستقبل و14 أذار ثمانية ألقوا خطابات هاجموا فيها حزب الله وسوريا وإيران وكتب لليوم شتنين شارل أيوب في حقيقة الديار أي فراغ تركت يا وسام المحكمة المصرية العليا تعلق أعمالها المتظاهرون يهاجمون مركزها والقضاة يهربون انفجار سيارة في حمص يصيب 35 شخصا قصف طيران حربي على ريف دمشق ومقتل 182 مهرجان الشيخ الأسير مر بهدوء هاجم نصر الله وبري ودافع عن الحريري بري حذر من تداعيات الزلزال السوري ومن عنوين الصفحة الأولى من صحيفة الديار مثل العادة ترجمة سريعة على عنوين صحيفة لوريولوجور الصادرة باللغة الفرنسية والعنوين الأول جسر جوي بين دمشق وتهران والأسلحة تتضفق المستقبل يتخطى نقطة اللع عودة مع حزب الله السلطة القضائية ومرسي الأمور تتجه إلى الأسوأ وأيضا إلى صحيفة The Daily Star الصادرة باللغة الإنجليزية وأيضا ترجمة لأبرز عنوين والعنوين الأول المستقبل يهاجم حزب الله في أربعين الحسن التلفزيون السورية يبث صورا لسلافيين لبنانيين قتلوا في سوريا معارك عنيفة في دمشق جامهير غفيرة تستقبل عباس العائد والمنتصر ومن صحيفة ومن صحيفة عنوين 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 بالصفحات الداخلية من صحيفة الشرق الناتو وافق على نشر الباتريوت في تركيا جسر جوي عراقي لنقل السلاح الإيراني إلى النظام واشنطن توسع نشاط المخابرات الراعي حكومة جديدة وقانون انتخاب جديد الجزو آل البيت عرب وليس فيهم فارسي واحد تحويلات المغتربين تصل إلى 7.5 مليارات دولار عباس يعد بتوسيع المصالحة الكويت المعارضة ترفض نتائج الانتخابات مجسم للحرم المكي ب17 مليون ريال ومن صحيفة الشرق إلى صحيفة البناء العنوان تساؤلات حول الموقف الرسمي اللبناني من التورط الموثق لفريق لبناني في أحداث سوريا هل تتشكل لجنة التحقيق برلمانية في فضيحة التدخل السافر أقليميا من صحيفة البناء القدس عاصمة فلسطين إلى الأبد عباس أولويتنا الوحدة وتحقيق المصالحة إلى مصر القضاء شهد يوما حالك السواد في سجله المحكمة الدستورية المصرية تعلق أعمالها وأيضا من البناء وفد أممي في البحرين لرصد الانتهاكات نتنياهو سنواصل بناء المستوطنات حرق مراكز حدودية في نيجيريا قتل أفغان وأمريكيون في هجوم لطلبان اعتقال قائد تنظيم القاعدة في العراق ومن عنوين صحيفة البناء نرجع إلى صحيفة النهار للإطلاع لليوم التنين على الكاريكاتور من أرما حمصة والمتعلق بعيد البربارة والصورة بتوضح وخير تعبير للقناع الحكومي مع عنوين النائب النفس من كاريكاتور أرما حمصة بصحيفة النهار لليوم التنين لهون بتكون جولتنا على أبرز عنوين الصحف وصلت لنهيتها بدأت منيلكم بداية أسبوع موفق موعدنا بتجدد بكرة بسبعة ونص صباحا بتوقيت بيروت إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر